هذا وأكد المتحدث باسم التحالف العربي العقيدة الركن ترك المالكية نقوات الدفاع الجوي رصدت عملية إطلاق سبعة صواريخ باليستية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة مضيفا أنه تم اعتراضها جميعا وتدميرها وقد أدى اعتراض الصواريخ لتناثر الشضايا على بعض الأحياء السكنية لتجعلها استهشهاد مقيم من الجالية المصرية وأضرار مدية أخرى ممارسات ميليشيات الحوث العابثة ومواصلتها أطلاق صواريخ إيرانية بهدف خلق الفوضى والرعب في المنطقة لن يكون مصيرها سوى الفشل فقد تمكنت قوات الدفاع الجوي للتحالف العربي من اعتراض وتدمير سبعة صواريخ باليستية أطلقت من داخل الأراضي اليمنية باتجاه السعودية وقال بيان للمتحدث الرسمي لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أن هذا العمل العدائي والعشوائي من قبل الجماعة الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني بدعم الجماعة الحوثية المسلحة بقدرات نوعية واعتبر البيان أن الاعتداء تحدي واضح وصريح لخرق القرار الأممي الفين ومائتين وستة عشر والقرار الفين ومائتين وواحد وثلاثين بهدف تهديد أمن السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي فأطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الأهلة بالسكان يعد مخالفا للقانون الدولي الإنساني ويؤكد بيان التحالف أن ما تقوم به الميليشيا الحوثية يعد تطورا خطيرا في حرب المنظمات الإرهابية ومن يقف خلفهم من الدول الرعية للإرهاب كنظام إيران وفي ديسمبر الماضي شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتوريش أن إيران تتحدى دعوة المنظمة الدولية لوقف تطوير الصواريخ الباليستية مشيرا إلى احتمال نقل طهران لهذه الصواريخ لميليشيات الحوث المتمردة في اليمن وكانت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي أكدت في وقت سابق أن إيران وراء امتلاك ميليشيات الحوث للصواريخ الباليستية وهو ما أشارت له القيادة المركزية الأمريكية وبعودة الصواريخ الإيرانية العبثية التي تزود بها طهران ميليشيات الحوث التابعة لها في اليمن إلى الواجهة يتكشف أمام المجتمع الدولي حجم جرائم هذا النظام وظلوعه في تمويل الأرهاب في المنطقة